اشتركوا في القناة لاحظوا أنه يتكون من جزئين قطوع ومخروط القطوع حتى باللغة العربية إذا قلنا قطع فهو جزء كأني أقطع جزءا من هذا المخروط لأن دخيل أمامي أنه عندي مخروطين قائمين مخروط بهذا الشكل ويقابلها مخروط آخر بحيث يكون بحيث يكون متقابلين بالرأس إذا جيت قطعتهم بأي طريقة ما بحيث أنه ما يمر برأس المخروطين بينتج لي أشكال كثيرة ممكن أنا أقطع بشكل آمودي ممكن أنا أقطع بشكل أفقي ممكن أنا أقطع بشكل مائل منحني بهذا الشكل كل هذه الأشكال تسمى قطوع مخروطية بتعرف عليها بتفاصيلها كل الحالات بإذن الله سويا في هذا الدرس يقول لي قطوع المخروطية هي الأشكال ناتجة عن تقاطع مستوى ما مع مخروطين دائرين قائمين متقابلين بالرأس بحيث لا يمر المستوى بالرأس بحيث لا يمر القاطع هذا برأس المستوى ألاحظ الآن عندي الأشكال لأمامي نأخذها شكلا شكلا المقصود بالمخروطين هذا مخروط ويقابل مخروط آخر أنا ممكن أقطع بشكل رأسي بهذا الشكل عمودي بهذا الشكل ونشوف الآن وش ينتج لنا من القطع وهذا اللي نريد نتكلم فيه وش ينتج لنا من القطع الناتج من القطع لاحظ التقوس اللي هنا ولاحظ التقوس اللي هنا أصبح عندي الآن قوسين قوس للأعلى وقوس للأسفل إذن القطع الزائد مباشرة إذا كلمت على قطع الزائد لابد أن يتكون من قوسين قوس للأعلى وقوس للأسفل كأنها منحانين متقابلين طيب نشوف القطع الآخر لو قطعت أنا جبت المستوى أو كاني جبت مقص وقصيته بس في أحد المخلوطين لاحظ القطع الناتج تقوس واحد فقط لاحظ الآن تقوس واحد القطع الزائد كان عندي تقوسين القطع المكافع عندي تقوس واحد لاحظ القطع مر أو المستوى مر على أحد المخلوطين لاحظ الآن بهذا الشكل ونسمي هذا القطع قطع مكافع إذن أخذنا الآن قطعين قطع زائد عبارة عن قوسين متقابلين دائما إما اتجاه اليمين واليسار أو الأعلى أو الأسفل أو أي كان إذا كان ليس على الصورة القياسية القطع المكافع في تقوس واحد فقط نأتي إلى القطع الناقص أو الشكل الثالث من الأشكال ألاحظ الآن كان بشكل عمودي ورأسي ثم أخذنا أحد المخلوطين بشكل يمر على قاعدتهما لاحظ القاعدة أحد القاعدتين لاحظ هنا مر بالقاعدة هنا لاحظ أن قطع بشكل أفقي ولكن مائل بشكل قليل لاحظ أن قطع المخلوط بهذا الشكل ما هو الناتج؟ ناتج القطع لاحظ الشكل الدائر الذي هنا هو الشكل البيضاوي الآن لنراه لاحظ الشكل بيضاوي إذن إذا رأيت شكل بيضاوي مباشر أقول هو قطع قطع ناقص في حالة خاصة من القطع الناقص لو كان هذا الميلان كان أفقي بشكل دون ميلان لاحظ أنه أفقي بمساوي للسطح لاحظ الآن الشكل الأمامنا لاحظ الآن قطعناه بشكل أفقي ينتج لي دائرة لاحظ القطع الناتج الآن عندي هنا دائرة وهنا بيضاوي ليش بيضاوي؟ إنه كان مائل وهنا مائل بإتجاه هذا أو لاتجاه الآخر يكون عندنا شكل بيضاوي أما إذا كان أفقي ينتج لي دائرة إذن الأشكال اللي عندي ثلاث قطوع وقطع ناتج أو شكل دانتج من أحد القطوع نراجعها سويا بشكل سريع قطع مكافئة عبارة عن قوس واحد فقط القطع الزائد عبارة عن قوسين متقابلين القطع الناقص عبارة عن شكل بيضاوي وذكرنا أنه ممكن ينتج له إذا كان القطع بشكل أفقي ينتج من القطع الناقص ومنحالات القطع الناقص اللي هو الدائرة لاحظ الدروس أو القطوع هذه الثلاثة مع الدائرة بإذن الله سوف نتناولها بهذا الباب كله اليوم نبدأ في أحد القطوع اللي هو قطع مكافئة فقط اليوم نأخذ القطع المكافئة ثم بإذن الله بقية الدروس نتناول قطع الزائد والقطع الناقص وكذلك الحالة الخاصة اللي هي الدائرة في صورة عامة لجميع القطوع المخلوطية جميحة وبإذن الله نتناولها أيضا في آخر الدروس كيف نحدد من المعادلة المعادلة هي لأي قطع كان يقولي AX تربيع زائد BXY زائد CY تربيع زائد DX زائد EY زائد F تساوي الصفر هذه هي المعادلة أو الصورة العامة لكل القطوع لابد أن تكون أحدهم طبعا لابد ما يكون تساوي الصفر A أو B أو C ما تساوي الصفر قد يكون أحدهم لا بس لا يهم شيء أنه ما يكونوا كلهم لا يساويون الصفر شوفوا الآن القطوع المكافئة تكلمنا على القطوع المكافئة ذكرنا أنه تقوس واحد أنه قطع كان مستوى قطع المخلوط بشكل مائل يمر بقاعدة هذا المخلوط لاحظوا الآن ما بعض يقولي القطع المكافئة تعريفه بشكل بسيط هو المحل الهندسي يعني الشكل الهندسي اللي ينتج من مجموعة النقاط المستوى التي يكون بعد كلهم منها عن نقطة ثابتة تسمى البؤرة مساويا دائما لبعدها عن مستقيم معلوم يسمى الدليل كل هذا نأخذه برسمة بسيطة عشان تكون لنا الصورة واضحة لاحظوا الآن ما بعض شوفوا الرسمة لأمامنا الآن نأخذ على الرسمة جزء جزء هذا الآن الشكل لأمامي والتقوص لأمامي هو قطع مكافئة لاحظوا يقول لي هو التعريفة البعد بين البؤرة لاحظوا البعد بين البؤرة والمنحنة في أي شكل كان هو نفس البعد بين المنحنة والدليل لاحظوا الدليل لأمامنا الخط المستقيم لأمامنا لاحظوا النقطة هذه مهما تحدثت أو وجدت بأي مكان حتى وجدت هنا الآن بعدها عن البؤرة ونفس بعدها عن الدليل لو جاءت النقطة هنا بعدها عن البؤرة ونفس بعدها عن الدليل أي إن كانت هذه النقطة تحركت على المنحنة كاملا البعد مساوي بين البؤرة والدليل أيضا نلخصها المسافة بين الرأس والبؤرة هو نفس المسافة بين الرأس والدليل لأنه يقطع بنفس المسافة وبنفس المكان نلاحظ الآن نأخذ المسميات اللي ذكر لي نأخذ الآن الرسمة لأمامي هي رسمة القطع المكافة لحظ البؤرة دائما في الداخل نظر النقطة اللي في المنتصف في داخل الرسمة هي تسمى البؤرة والتي في الخارج لللاحظ يجيني خط مستقيم يسمى الدليل إذن الدليل دائما عكس اتجاه القطع إذا كان الدليل باليسار في فتحة القطع تكون اليمين وإذا كان الدليل في اليمين تكون فتحة القطع في اليسار وكذلك إذا كان الدليل في الأسفل فتحة القطع للأعلى وإذا كان الأعلى الدليل في فتحة القطع للأسفل كأن الدليل كأنه يدلني على اتجاه فتحة القطع وين متجهها؟ طبعا عندنا لأنه تقوس واحد بالتالي عندي أربع اتجاهات إما يمين ويسار إما فوق أو أعلى وأسفل نأتي الآن على المسميات الموجودة عندنا في الرسم يقولي محور التماثل ما المقصود بمحور التماثل؟ المحور الذي يقع عليه البؤرة والرأس هو المحور الذي يقع عليه البؤرة والرأس وكذلك يكون عامودي على الدليل الدليل الذي ذكرنا قبل قليل ما المقصود بالوتر البؤري؟ كمسمى إذا مرت علينا الوتر البؤري والمقصود فيه هه المسافة هنا هها المسافة بين الب قرار ولاحظ بشكل قطع بطرفي المنحنة لاحظه هنا ألخوي المنحنة الأول ولناها هنا sẽ نمس المنحنة الثالث في تقوس على القطع المكافأ الصورة القياسية لدينا pedir القطع المكافأ ما هي الصورة القياسية التي يُعتمدها للقطع المكافأ؟ لكل قطعO له صورة القياسية خاصة فيه نتكلم الآن على درسنا بالقطع المكافأ ألاحظ الرسمة هذه هي نفس الرسمة اللي قبل قليل ولكن بالتفصيل أكثر لحظة جاني الآن محور التماثل وجاني الدليل وجاني الرسمة اللي أمامنا نشوف الآن بداية اللي نسميها خصائص القطع المكافة لأنه مطلوب بني في الأخير خصائص القطع المكافة كيف أستخرجها دائما يقول لي الرأس وعرفا يصطلح عليها دائما هو الـ H والـ K حرفين اصطلحوا عليها الـ H مع الـ X والـ Y مع K لاحظوا الآن إحداثي عندنا H و K ألاحظوا الآن عندنا نتذكر سويا فقط للتذكر أنه عندي إحداثي X و Y عندي الرأس X و Y مقابل X و Y و مقابل Y و K دائما مقابل X و X تذكرها دائما والـ Y مع K ألاحظوا الآن إذا كان دائما الرأس عندي الآن في كل الحالات عندنا الآن نتكلم على H و K البعد بين الرأس والبعرة دائما يرمز له المسافة بين الرأس والبعرة المسافة هذه دائما يرمز لها بالـ C و أخذنا قيمة مطلقة لأنه لا يوجد بعد سالب دائما الـ C موجبة دائما القيمة البعد أتكلم كمسافة بتكون موجبة أيضا إذا كان البعد بين البعرة الرأس والبعرة C كذلك أكيد استنتاجا من اللي قبل قلقناها البعد بين الرأس والدليل أيضا C لاحظوا أن البعد بين الرأس والدليل أيضا القيمة المطلقة للـ C لاحظوا الآن الصرة القياسية أو المعادلة في الصورة القياسية للقطع المكافأة لاحظوا لقلا المكافأة فيه تربع واحد لأننا تذكر منه ذكرنا حين أخذناها سابقا وهو رسمة المنحنة التربيعي أو المحور التربيعي الدرجة الثانية هو إبارة عن منحنة مقوس لاحظوا نفس الفكرة عندي المعادلة في الصورة القياسية X ناقص H لاحظوا قبل قليل كنت أقول دائماً X مع H والY مع K ربطوها دائماً عشان ما ننسى إذن X ناقص H الكل تربيع تساوي 4C Y ناقص K اللحظة الآن الرسمة اليادتنا حنا ذكرنا قبل قليل المدام عندي أنا القطع المكافأ هو فقط تقوس إذن إما يمين ويسار أو أعلى وأسفل دائماً إذا جتني هذه المعادلة فهي إما إما لأعلى أو لأسفل كيف أربطها بشكل بسيط ركزوا معي عشان تكون موضوع جداً سهل لنا هو علاقة عكسية مقصد بعلاقة عكسية ألاحظوا الآن المحور اللي هنا محور يوازي إيش ال-Y التربيع على من؟ على ال-X إذن إذا شفت التربيع على ال-X فهو على الرسمة هي موازية لل-Y أو تكلم على محور ال-Y محور ال-Y دائماً إيش رأسي إما لأعلى أو لأسفل بالتالي إذا جاني التربيع على X فهو إما لأعلى أو لأسفل طيب إذا جاء التربيع على Y بيكون إما لليمين أو على اليسار يعني على محور X إذن العلاقة عكسية بين التربيع والرسم تذكروا دائماً تربيع على X بالتالي اتجاه أفقي إما لأعلى أو لأسفل طيب متى تكون لأعلى ومتى تكون لأسفل ذكرنا قبل قليل أنه C كبعد لا تكون سالبة ولكن كقيمة تكلم الإشارة إذا جاءنا هنا إشارة سالبة فتكون لأسفل وإذا كانت الإشارة هنا موجبة تكون لأعلى القيمة هنا تكون لأعلى نأخذ بتفصيل أكثر نضع الرسمتين التي تتكلمنا فيها جانباً لأعلى أو لأسفل ونتكلم عن الخصائص أول خاصية عندي الاتجاه من الخصائص المطلوبة مني أقول الاتجاه المنحة مفتوح رأسياً ومش مقصود رأسياً بهذا الشكل طيب هو لأعلى أو لأسفل إذا كانت الإشارة موجبة لأعلى إذا كانت الإشارة سالبة تكون لأسفل طيب نجي الآن للرأس الرأس اتفقنا دائماً أن يسمى بإسم اللي هو إيش؟ H-K دائماً H-K دائماً في أي رمز يعني تعرفنا عليها رمز ثابت لنا أن دائماً الرمز يعرف بالH-K الـ X والK للـ Y ننتجي للخصية الثالثة لاحظة الخصية الأولى الثانية الثالثة البؤرة ألاحظ البؤرة الآن خلي أن أفهمها فهم ولا أحفظها وجاءاً لن نعتمد على الحفظ نحاول نفهم كل القوانين قوانين قطوع المكافئة أستطيع أن استنتجها استنتاجاً وليس بالحفظ نجي واحدة ونفهمها مع بعض في الرسم نجي الرسم نشوف الرسم وين الرأس؟ الرأس هذا هو ألاحظ الآن عندي رأس متين خلناتين للأعلى الرأس هنا البؤرة تكون فوق ولا تحت؟ نحن دائماً نقول أن البؤرة تكون داخل الشكل بالتالي أقول إيش؟ نعم أقول للأعلى بالتالي أنا إذا رحت للأعلى أضيف موجب في الـ Y أو لا أطرح سالب للأعلى موجب أحسنتم بالتالي لاحظوا الآن أبقل H ولاحظ المحور اللي كنت أنا أتحرك عليه وأمشي عليه على إيش؟ الـ Y ولا الـ X نحن الآن نتحرك على الـ Y بالتالي اللي X ثابتة الـ H وتغير عندي الـ Y أصبحت الـ K الرأس H و K ولكن أضفت لها مقدار البعد اللي هو إيش؟ الـ C لاحظ لأنه الاتجاه كان لأعلى فأحضفت موجب نضيف الخاصية الثالثة اللي هو محور محور التماثل وين محور التماثل؟ ذكرنا محور التماثل المحور الذي عليها الرأس والبؤرة ويعامد الدليل لاحظوا الآن المحور الذي عليها الرأس والبؤرة ويعامد الدليل هذا المحور منطلق من وين؟ منطلق من الـ X ولا منطلق من الـ Y؟ منطلق من الـ X بالتالي يقول X تساوي إيش؟ القيمة الـ X ما تتغير إذا كان بهذا الشكل قيمة الـ X ما تتغير بالتالي يقول X تساوي الـ H تبقى لي إيش؟ معادلة الدليل لاحظوا الآن معادلة الدليل وين هي؟ أسفل الشكل طيب إذا كان أسفل موجب إلى سالب أحسنتم سالب الآن نزلنا للأحد للأسفل نقول سالب لاحظوا الآن هنا القيمة أنا عندي هذه القيمة تساوي K ونزلت الآن بمقدار كم؟ كم المسافة أو البعد ذكرنا قبل قليل البعد بين الرأس والدليل C ونزلنا للأسفل وش يصبح؟ يصبح Y تساوي لأنه منطلق من ال-Y ال-Y تساوي K ناقص C لاحظوا الآن Y تساوي K ناقص C طيب تبقى لي طول الواتر البوري طول الواتر البوري أخذ القيمة المطلقة لأن طول دائماً الطول البعد أخذ القيمة القيمة المطلقة لها ذكرنا قبل قليل C ممكن تكون مجوة سالمة لكن الطول إذا قلنا بعد لابد أن أخذ القيمة المطلقة بالتالي أخذ القيمة المطلقة الأربعة C دائماً القيمة التي تجدها أي رقم هو إذا أخذنا القيم المطلقة له يعني استبعدنا إشارة السالب هو طول الوتر البوري كم خاصية عندنا ستة خصائص الاتجاه الرأس البؤرة معادلة محور التماثل والدليل وكذلك طول الوتر البوري طيب هل ناخذناها بالموجب ونفس الطريقة لو كانت بالسالب لأسفل بس اللهم ما أغير الإشارات الموجب يصبح سالب والسالب يصبح موجب ناخذ الحالة الثانية ألاحظ الآن التربيع على الواي إذا كان التربيع على الواي دائما الرسم وهم تكون على الاكس تكون يمين ويسار اتجاه الرسم يكون أفقي نشوف مع بعض ألاحظ الآن الرسم يمين وكذلك ممكن تكون الرسم يسار طيب سؤال متى تكون الرسم يمين ومتى تكون يسار اربطوها باللي قبل قليل نعم إذا كان موجب تروح يمين وإذا كان يسالب تكون تجاه الرسم لليسار نشوف مع بعض الآن الخصائص اليمامي لاحظوا نفس القانون بس لاحظوا بدلنا دائماً قلت لكم الواي معه إيش كي والإكس معها إيش دائماً الإكس معها إتش والواي معه كي في كل الحالات اللي عندي لاحظوا الآن صار التربيه على الواي بالتالي اتخذت بهذه الطريقة اللي ذكرناها معكم أخذ الخصائص الستة ما بعد الاتجاه غفوقي إما اليمين أو اليسار على حسب إشارة السي نجيب بعدها الرأس الرأس لا يتغير إتش وكي دائماً إتش وكي ناتي للي بعدها البؤرة نبغى نفهم ما نحفظ نشوف البؤرة مع الرسم هنا الرسم نشوف مع بعض وين الرأس نشوف الرسم اللي فوق مثلاً هنا الرأس ألاحظ البؤرة دائماً في داخل الشكل اللي هي إفتر مزلي الآن رحت لليمين طيب أنا المحور أنا أمشي علي محور محور الإكس اللي بيتغير عندي الإكس الواي ثابت الواي بيظل كي دفس ما هو هنا الآن الإتش ألاحظ أني رحت لليمين اليمين موجب ولا سالب موجب بالتالي بقول إتش زايداً سي السي اللي مقدار البعد بين البؤرة والرأس بالتالي بيصبح عندي أقول إكس زايداً سي والكي اللي هو محور الواي ثابت لأنه ما تغير عندي الواي نأتي للي بعدها الخاصية اللي بعدها خلصنا ثلاث خصائص نتكلم على محور التماثل ويهي محور التماثل المحور الذي عليه البؤرة والرأس ويعامد الدليل لاحظ الآن هذا المحور عليه البؤرة والرأس ويعامد الدليل هذا المحور منطلق من من؟ من الواي ولا من الإكس؟ نعم منطلق من الواي بالتالي أقول y تساوي طيب نجي الآن y تساوي كم؟ كم قيمة الواي الثابتة دائماً؟ k أحسنتم y تساوي k نقول y تساوي k تبقى لي الآن معادلة الدليل نتكلم على معادلة الدليل بنفس الفكرة وين الدليل عندي بالرسم؟ خليكم مع الرسم شوف الرسم هذا معادلة الدليل الأمامي الآن شوف الرسمها الآن وهنا معادلة الدليل وين أنطلق منه؟ أنطلق على أنطلق من محور إكس إذا من محور X أقول X تساوي X تساوي كم؟ ألاحظ الآن لاحظة الآن هي رحل اليسار ولا رحل اليمين رحل اليسار بالتالي أنا أقول قيمة الـ X هذه الآن اللي هي H زايداً C أو ناقصاً C نقول H ناقص S طيب بشكل سريع الآن آخر شي طول الـ Waterboy نفسه اللي هو 4C طيب نواصل الآن ناخذ مثال تطبيق على الكلام اللي تكلمنا فيه بشكل سريع حدد خصائص القطع المكافئة أنا مباشرة الآن التربيع على من؟ على الـ Y ذكروا علاقة عكسية إذا كان التربيع على الـ Y اللي فتحه وين؟ إما لليمين أو لليسار إذن اتجاه أفقي الإشارة سالبة إذن الفتحه أو اتجاه لليسار طيب طبعاً أول شي نصور على المعادلة على الصورة قياسية معدي مشكلة التربيع على الـ Y إذن هذا ينتج أن المنحنة مفتوح أفقياً الإشارة الإشارة سالبة المنحنة مفتوحة لليسار لاحظ الآن أبدأ أخذ القيم واحدة واحدة أطلع الرأس أطلع الرأس من قيمة X و Y لاحظ أخذ القيمة اللي مع الـ X والقيمة اللي مع الـ Y لاحظ هذه قيمة الـ H وهذه القيمة الثانية اللي هي قيمة الآن عندي قيمة قيمة الـ Y أخذت القيمتين اللي هي عندي الـ X الآن الرأس اللي هو عبارة عن H و H و K أخذناهم مع بعض خلاصنا الآن حددنا من قيم اللي عندنا حددنا قيمة طيب شوفهم مع بعض حددنا قيمة الـ H و حددنا قيمة الـ K لاحظة الـ K هنا موجبة في القانون تذكروا أنه السالب بالتالي يغير الإشارة أصبح عندي الـ H تساوي 2 والـ K تساوي سالب الخمسة لاحظوا الآن هذه H و K حتى أطلع الرأس أقول H و K اللي هي 2 وسالب الخمسة طيب قالي هذه سالب 12 هي دائما تعادل كم سالب 4C تساوي 4C لاحظوا أن قيمة الـ C الآن لو قسمناها على 4 أصبح عندي الـ C قيمته كم سالب ثلاثة حددت الآن ثلاث معلومات مهمة أجيب الخصائص كلها اللي هي الـ H, K, A, C H و K و C إذا طلعناهم الثلاثة هذولي أستطعت أجيب الخصائص كلها أول خاصية بعد الرأس نأخذ البؤرة لاحظ البؤرة الآن الآن المنحة مفتوح لمن؟ مفتوح أفقياً بالتالي الذي يتحرك اللي هو محور محور الـ X والـ Y عندي ثابت الـ Y ما يتغير ثابت ألاحظ الآن الثنين أضيف له لأنه لو رحنا اليمين رحنا اليمين نرسمها مع بعض ألاحظ الآن طلعنا الـ H والـ K وكذلك الـ C تكلمنا عليها قبل قليل ألاحظ تطلعت قيمة الـ C الآن أطلعنا الخصائص اللي هو الرأس الـ H و K وذكرنا أنه 2 وسالب 5 وذكرنا الآن البؤرة قلنا نحرك دائماً الـ X والـ Y ثابت نضيف قيمة الـ C الـ C أنا عندي سالب 3 الـ 2 وسالب 3 يتبقى لي سالب سالب الواحد لاحظ الآن مع بعض سالب واحد وسالب خمسة كذلك الدليل نفس الفكرة وعندي محور التماثل اللي هو الـ Y تساوي سالب خمسة طبقنا القاعدة مباشرة عليها كذلك الطورة الـ WaterBody لاحظ قيمة القيمة مطلقة آخذ القيمة مطلقة سالب 12 يتبقى لي 12 خلنا نوصل إلى الرسم هذا الرسم اللي نريد أن نصل له هذا المحور الآن اللي عندي ونختم فيه هذه بإذن الله أول شيء حددوا لي الرأس والبورة 2 وسالب خمسة 2X وسالب خمسة لاحظ الآن 2 وسالب خمسة حددت نقطتها أجي البورة سالب واحد وسالب خمسة حددنا سالب واحد وسالب خمسة أرسم خطة تماثل لهم خلاص هذه الخطة تماثل ثم أرسم الكيرف أو المنحنة اللي عندي لليسار وكون كذا رسمنا المنحنة بشكل بسيط يعطيكم الآفية على تفاعلكم أتمنى تطبقون في التطبيقات وتدرب وتأكد سبحانك الله ومحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت سأغطرك وأتوب إليك